الشعور بالسقوط أثناء النوم إليك التفسير العلمي وراء هذا السقوط الوهمي أحيانا يشعر الفرد أثناء نومه كأنه يسقط من مكان مرتفع ولا يعرف ما وراء هذا الشعور بالسقوط أثناء النوم هل هو حلم أم له دلالة نفسية؟ ولكن نجد أن التفسير العلمي الصحيح لهذه الحالة والمعروف باسم إبطناغوجيك جيرك بأنه نوع من أنواع تشنجات العضلات اللا إرادي نسبة لحالة تدعى إبطناغوجيك وهي المرحلة الانتقالية ما بين الاستيقاظ والنوم يعود السبب وراء تلك التشنجات إلى تعرض الشخص لإزعاج مستمر أو النوم في مكان ممتلئ بالضوضاء وأحيانا يصاحب حالة السقوط الوهمي بعض الهلاوس والأحلام أو الشعور بصدور أصوات عالية تنبع من رأس الشخص أشارت العديد من الأبحاث العلمية أن حوالي 70% من الأشخاص يتعرضون لذلك النوع من التشنجات أثناء النوم بعضهم يشعر به والبعض الآخر لا يشعر به نهائيا والجدر بالذكر قيام عدد من العلماء بإجراء أبحاث عدة للتعرف أكثر على تلك الظاهرة وقد وجدوا احتمالية كبرى أن تعرض الأشخاص للقلق والتوتر والضغوط النفسية بصورة مستمرة أو اعتيادهم على تناول قدر كبير من المشروبات التي بها كافيين تؤثر فعليا في تكرار التشنجات وقوتها ومن الناحية النفسية نجد أن ميشيل ديريوب المتخصصة في علم النفس وأخصائية السلوك النومي في مركز الطرابات النوم بكليفلاند كلينيك ترجع السبب وراء الشعور بالسقوط أثناء النوم إلى قيام الشخص بمجهود بدني شاق أو ممارسة بعض الألعاب الرياضية ليلا تبعا لعدة دراسات أخرى أثبتت أن هذا الشعور بالسقوط الوهمي رد فعل طبيعيا أثناء انتقال جسم الإنسان من الاستيقاظ إلى النوم العميق ويعود حدوثه بسبب اختلال أعصاب الأشخاص أثناء النوم وعلى غرار هذا الرأي أثبتت أبحاث عدة أن تلك التشنجات أثناء النوم تحدث كرد فعل طبيعيا لاسترخاء العضلات منذ لحظات النوم الأولى والتفسير الشائع بين جموع العلماء هو قيام المخ بتفسير بداية النوم والاسترخاء بأن الشخص يقوم من مكان مرتفع فتكون تلك الإنعكاسات رد الفعل الطبيعي للعضلات وخلاصة القول وبعد العديد من الآراء والاقتراحات ذكرت دريوب لموقع Life Science أنه لا داعي للقلق نهائيا بشأن السقوط الوهمي أثناء النوم فهو أمر طبيعي ولكن في حالة تكرارها بشكل مبالغ بحيث تصبح عبء نفسي لصاحبها فعليه التوجه مباشرة إلى أخصائي نوم وذكر ما يدور بباله من مخاوف ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة